بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى الحلقة التاسعة في مقرر اللغة الإنجيزية للمستوى الأول في كلية الاقتصاد والعلم لدارية بذن الله تعالى في هذه الحلقة سنستمع إلى محادثة جديدة وأنواع جديد وهو عن الطلبات وأيضا توصيل الطلبات من شركة إلى شركة أخرى وأيضا تحديد هذه الطلبات والكميات وتعرف على بعض الإبارات المختصة بهذا الموضوع أيضا سيكون عندنا في القواعد امتداد للموضوع الفعل المضارع أو الزمن المضارع البسيط ولكن في هذه الحلقة سنتعرف على كيفية صياغة الأسلوب النفي أو للمضارع البسيط وذن الله تعالى أيضا في هذه الحلقة سنبدأ بداية فعلية في بعض أدوات الكتابة وهذا لعله إن شاء الله تعالى تكون هي المنطلق ومن هذا الباب أحب أن أذكر أو أؤكد على قضية مراجعة الشرائح السابقة وعدم الانتقال من شريحة أو من درس إلى آخر بدون فهم هذا أو ذلك الدرس بشكل جيد وأيضا تطبيقه في الكتابين السابقين وأيضا أؤكد على قضية ممارسة الكتابة والقراءة بشكل مستمر ودائم كالعادة سنبدأ بإذن الله تعالى هذه الحلقة بأهم الكلمات فننتقل إلى الشريحة الأولى طلبات وعروض طلبات لما تطلب شيئا ما الطلبات لما تمنح أو تعرض شيئا ما طيح وعروضة طلبات وعروضة طلبة وهذا الطلب يعني يكون في من أي جهة شركة مؤسسة مطعم أو أي جهة أخرى بالله أسفل أو تحت المنشورات التي تزعى الشركة أو تنفجها annual report التقرير السنوي annual معنى سنوي صف هذا السنة report تقرير sample عينة لما تطلب مثلاً عينة من شركة أو مؤسسة تقول مثلاً قبل أن تطلب كمية كبيرة تقول أريد أن ترسلولي you deliver me a sample deliver يوصل a sample أيضاً عينة أيضاً عندنا nationality معنى الجنسية and Saudi and Kuwaiti and so on country الدولة year سنة لاحظة فوق هنا سنة اسم وأن والذي التي مرت معنا قد قليل هي صفة لسنة annual سنوي وليل سنة language لغة لغة التي تتحدثمها I speak Arabic they speak English or their language is Arabic or my language is Arabic details التفاصيل قد تحتاج في عندما تطلب طلبية أن ترسل لك مثلاً التفاصيل أو أن تقرأ التفاصيل عن المنتج الفلاني أو المنتج المعين هذه معنى details طيب الآن نستمع إلى الـ CD ونستمع إلى المحادثة التي تجري الآن ترجمة 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 التي ترجمة 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 او International من الشخص الذي امامك عظيم أو جميل كذب لذلك من 25 نلاحظ مرة اخرى حرفي الت واله الصغيرين وهذا دائما يلحق أو يلحقان الرقم وهذا معنا الخامس والعشرين جيد ثم عندنا الان 25 نلاحظنا الاختصاب ام سوري وإلا فهي في الاصل اي ام سوري طيب وجرة المحادثة ثم طلع العديد يعني المطلوب من هذه الكمنية سبتمبر هذا اسم الشهر الشهر он it's one of the months of the year اي مايل ايميل وهذا موجود المستخدم جلد الإلكتروني تديميز هنا التفاصيل Right now معنى الآن Right now ثم اختتمت المحادثة بهذه التحية جد باين طيب هذه بالنسبة لمحادثة امل ايضا ان تأودوا الى الكتاب هذا Business Venture number one وتستمعوا الى المحادثات الاخرى الموجودة في هذا الكتاب لان فيها فقدركم بحيث تستمعوا الى طرق مختلفة من الطلب والعرض وهذه الامور تستفيد كلمات جديدة بإذن الله تعالى طيب كما قلت القاعدة اليوم هي امتداد للحلقة الناضية وهي عن المبارع البسيط زمن المبارع البسيط لكن اليوم سنأخذ كيف نستخدم مسلوب النفي في المبارع البسيط مع المبارع البسيط اذا اردنا ان ننفي مثلا نقول علي بليز فوتبول علي بليز فوتبول علي يلعب الكرة نريد ان نقول علي لا يلعب الكرة جيد هذا مقصود بالنفي علي لا يلعب الكرة فاطمة تأكل البرتقال كيف نقول فاطمة لا تحب او لا تأكل البرتقال لعلنا ننتقل الى الشريحة ونشاهد بعض الانفذة طيب القاعدة هنا يكون عندنا سبجيكت جيد ولعلكم ترجعون الى الحلقة الماضية وتعرفون معنا سبجيكت عندنا ايضا do or does واحدة من الثنتين وهذه مرتبطة بالمحاضرة الماضية التي لا نستخدم معها او مع الفعل s نأخذ معها do والكلمة او الـ سبجيكت نستخدم مع s في الفعل نستخدم معه does وتتبه بإذن الله تعالى الان عندنا ايضا not وهذا مهم جدا not هي اعدادة النفي عندنا هنا ثم تأتي بعدها او يأتي بعدها the verb ثم فقية الجملة the rest of the sentence ونلاحظ ايضا وهذا مهم جدا قضية النقطة وهذا مهم جدا طيب نأخذ امثلا عادل is singular عادل is singular does not does not eat fish اوكي 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 لو حدفنا does وحدفنا not ونريد ان تكون الجملة مثبتة وليست منفية نقول علي او عفوا عادل eats fish ان عادل is the subject and he is singular there's a singular noun اسما مفرد لانه اسما مفرد فنقول عادل eats fish لكن نريد ان ننفي هذه الجملة فنقول عادل does or do استخدم does او do يعتمد على ماذا على اصل الجملة اذا كان الكلمة او الفعل عفوا هنا معها اس في الاصل وليس هنا في الاصل نقول عادل eats fish هذه اصل الجملة عادل eats fish فنستخدم does لانه نريد ان نحذف الاس الموجودة مع eat ثم نأتي ب اداة النفي وهي not ونضعها بعدها does ونضعها لا نفس بينهما عادل does not ثم نأتي بالفعل وباقي الجملة he does not eat fish he does not eat fish لو اردنا نتكلمها عن امرأة she does not eat fish لو اردنا نتكلمها عن شي عاقل مثل قطة the cat does not eat fish فهذا هو اسلوب النفي الموجود ما او الذين نستخدم مع الزمن المبارئ المسيط طيب افهم نلاحظنا the subject now is what plural علي انبدر we have two people طيب في اصل الجملة علي انبدر يعني الذي لم لا يفهم الآن يعود الى المحاضرة السابقة وسيجد شرح نوافيا باذن الله تعالى عن هذه او عن الزمن المضارئ واذا لم تكن المحاضرة اضا نوافية ستجد انثلة كثيرة في الكتاب او كتاب القواعد باذن الله تعالى علي انبدر اثنان هنا الآن اصل الجملة اقول علي انبدر play play golf عفوا play golf لا نضع اس مع play لاننا نتكلم عن شخصين او نتكلم عن شيئين او لان ضمير ضمير جمع او كما قلنا في هذا الصوت i او you انا وانت طيب علي انبدر play golf يلعب عن الغ كيف انفي هذه الجملة اقول علي انبدر دو نت كلمة نت ثابتة في جميع الحالات لكن اللي اختلف عندي هنا هو does او دو وهذه قاعدتها اذا اصل الفعل الذي استخدم الجملة الاصلية مح اس فاستخدم باز واحذف الاس انتبه نحذف الاس لا نوقيها ابدا طيب مثال اخر they ايضا هذا ضميد this is a pronoun they do not watch tv they do not watch tv لاحظ ايضا she does not work لاحظا الان هذا مهم جدا انا حضرت هذا المثال له هدف وهو هنا وبعت القوسين اللي يعني ان الموجود بينهما قد يكون موجودا وقد لا يكون حسب توفر في الجملة مثلا هي لا تعمل لكن ليس عندي بطية ليس عندي شيء اخر او معلومات اخرى هي لا تعمل في المكتبة لو اردت لو كان اصل جملة فيها شيء مضاف طيب لاحظ هنا ايضا she does not does لماذا لان she دائما تأخذ does و حسب مظمارة التي مرت معنا في السابق لو اعدنا الجملة الاصلة نقول she works she works ما نقول she work هذا خطأ لان الشيء تأخذ مع يأتي مع الفعل يأتي معها ماذا اس هذه بالنسبة لطريقة نفي الجمل في زمن المبارع البسيط طيب الان نأتي الاصياغة الاسئلة و كما اخذنا قبل كيف نصير اكثر من الاسئلة الان نصير الاسئلة التي تكون اجاباتها بنعم او لا فقط في هذه الحلقة لان تكون سهلة لان مرت من قبل كفكرة وكطريقة فاليضا نتعرض لهذه الطريقة فيها الحلقة وإن شاء الله تكون سهلة طيب هذه هي قاعدتها نستخدم do or does حسب الموجود عندنا حسب the subject it depends on the subject تعتمد على ماذا على subject اذا كان مفردا نستخدم does اذا كان جمعا نستخدم do ثم يأتي بعد ذلك الفعل في المصدر لعلكم سمعت بهذا كلمة infinitive يعني المصدر بدون اي اضافات بدون s بدون ماضي بدون اي شيء كما هو موجود في المصدر ثم تأتي بعد ذلك الاقواس مرة اخرى اذا كان هناك اضافات في الجملة ومن اهم مهنات استخدام كلمة او عفوا علامة الاستفهام طيب طيب نأخذ عمتها هنا استخدمت نفس الجملة السابقة هي اصل الجملة انها علي eats fish علي يأكل السمك لكن اريد ان اتأكد هل علي يأكل السمك فاستخدم does لماذا استخدم does لان الفاعل هنا ماذا مفرد الفاعل مفرد واستخدمت does ماذا فعلت ايضا حذفت الاس من كلمة eat من الفعل لاني اريد ان استخدمها في المصدر طي لاجابتكم بواحدة من هاتين الاجابتين yes he does نعم هو يفعل ذلك او هو نعم هو كذلك yes he does او لا هو ليس كذلك جيد yes or no اذا استخدمنا yes نقول he he تعود على او الى من تعود الى علي لو كانت مثلا هدى نقول she لو كانت القطة نقول it جيد ونستخدم بعدها هذا المساعد does لماذا لان الفاعل هنا ماذا ننتبه بالفاعل في الاجابة وليس الفاعل في السؤال طيب هنا الفاعل يكون عندنا he does او او بالنفي والنفي اذا قلنا no يأتي معها كلمة not في هذه في هذه الكيفية من الاسئلة no he does not no he does not طيب مثال اخر do they watch tv هل يشاهدون التلفاز do استخدمنا do لماذا لان الفاعل هنا جم do they watch tv وليس لاحظة ايضا watch في المصدر وهي اصلا في المصدر في الجملة طيب الاجابة كيف تكون عندنا yes وعندنا ايضا no نعم ولا yes they do لاحظة الفاعل هنا they ثم نستخدم do وماذا لم نستخدم does لان نفعل جم oh no they do not طيب مثال اخر do you work do you work do you work لاحظة ان الاسطفان مهم استخدامه نقول yes I do لاحظ قلبنا الكلام او قلبنا او غيرنا من الكلمات هنا لماذا لانك انت تسألني الان انت تسألني فليس من الصحيح ان اجيبك بنفس سؤالك فانت تسألني هل تعمل اقول نعم انا اعمل ولا اقول نعم انت تعمل جيد في نفس نعم هل اعمل 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 او لا لا اعمل 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 جيد طب هذي بالنسبة لصلاوة الاسئلة نبدأ الان في الكتابة وهي يعني بداية بسيطة جدا وسبق تحدث عن كتاب وكتابة الدون لو انكم تتمرون عن الكتابة وتستعدون لكتابة الفقرات فلعلكم ايضا تزدادون نشاطا وجدية في هذا الامر قواعد تكبير الحروف نتعلم نضع الحرف كبيرا ونتعلم صغيرا هناك بعض القواعد الاساسية يعني نتحدث عن اهمها الكلمة الاولى من اي جملة لابد يوضع لها الحرف capital يكون حرف في الصغير او الشكل الكبير وليس الشكل الصغير مثلا نلاحظ عندنا كلمة the the لابد ان تكون لانها في بداية البيان لابد ان تكون حرف t يكون كبيرا capitalized نلاحظ كلمة f لم نضعها في حرف كبير لانا في وسط الكلمة طيب the program اعي دائما الضمير اعي دائما يكون كبير دائما it's capitalized في اي مكان في اول جملة في اخر في منتصف اول واحد يكون لابد ان يكون في الشكل الكبير the names and titles of people اسماء والقاب الاشخاص تكون ايضا او الحروف بداية تكون كبيرة مثلا mister دائما نبدأ بحرف الان capital الار تكون صغيرة ثم بعدها نقطة doctor dn مثلا تكون حرف d كبيرة ثم الار صغيرة وهل المجرد ايضا نيمز فيصل احمد فاطمة خلود هذه الاسماء تكون بدايتها فقط الحرف الاول فقط يكون كبيرا عندنا ايضا the names of countries اسماء الدول cities and streets والشوالع هذه اول حرف يكون كبيرا كل واحد منهم days of the week ايام الاسبوع and months of the year واسماء اول اشهر السنة وهذه مرة اتماعنا قبل هذا اول حرف ايضا يضع كبيرا ايضا عندنا the names of languages اسماء اللغات و nationalities الجنسيات نأخذ ايضا بدايتها يعني تكون كبيرة ولعلنا ايضا نستفيد من هذا الكتاب get ready to write وهو مناسب لهذا المستوى وان شاء الله تعالى يعني يكون فيه فائدة كبيرة وهو ملازم لنا في هذه السلسلة باذن الله تعالى اه 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 انا اكون قد افدتكم في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة وان شاء الله تعالى نلتقي اياكم على خير وبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا